سيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي عقيدة القدرية عقيدة القدرية على قسمين قسم ينفون القدر وهم معتزلة ويغلون في أفعال العباد ويقولون أنهم يفعلونها باختيارهم وليس لله فيها تقدير ولا تدبيب فينفون القدر يسمون القدرية النفات في القسم الثاني القدرية الغولات الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن العبد ليس له اختيار المعتزلة يقول له اختيار مستقل فيغلون في أفعال العباد في إثبات أفعال العباد الجبرية على العكس يغلون في نفي أفعال العباد ويقولون العبد مجبر وليس له عمل وإنما هو كالميت بين يدي الغاسل أو كالريشة تحركها الهواء ليس لها فهم يغلون في إثبات القدر حتى يسلبوا العبد اختياره وفعله فهم على طرفين قيط لا